أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وليلة جديدة من ليالي الأهلي خط أحمر أهلا بك فارس أهلا بك يا أسيمة وأهلا بكل مشاهدي خط أحمر وحلقة جديدة من برنامجهم المفضل حلقة جديدة من الأهلي خط أحمر ولكن النادي الأهلي لا جديد لما تسأل عن النادي الأهلي هيقولك اقرى التاريخ اقرى تاريخ كرة القدم هتعرف ان هو ملك القارة الأفريقية النادي الاهلي اللي بيلعب النهائي رقم 13 في القرن الجديد والنهائي رقم 16 في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أفراقيا بنحلم كلنا باللقب 11 بالتأكيد وإحنا قريبين إن شاء الله بازلنا مجهود كبير جدا فنعرف يعني إيه إنك توصل لستة نهائي في آخر سبع نهائيات تعرف إن ده النادي الاهلي توصل أربع نهائيات متتالية وما تتكررش من أي فريق في أفراقيا غير النادي الاهلي من 2005 ل2008 هو ده النادي الاهلي يمكن مازين بيوصل يمكن حرية كونكري وصل أو هافيا كونكري ولكن ما تكررتش غير مع النادي الاهلي ومع الجيل ده النادي الاهلي اللي في 2005 قدر يحول مباراة نصف النهائي إلى مباراة تحصيل حاصل لما كان بيلعب الزمالك بعد الفوز في مباراة الزهاب 2-1 هو نفسه النادي الاهلي اللي في 2020 قدر يحول مباراة العودة أمام الوداد إلى مباراة تحصيل حاصل بعد الفوز في المغرب 2-0 هو النادي الاهلي اللي أمام الترجي التونسي في 2021 حول مباراة العودة إلى تحصيل حاصل بعد الفوز في مباراة الزهاب في تونس 1-0 بيتكرر الأمر 2023 والنادي الاهلي بيحول مباراة العودة في الدور نصف النهائي إلى مباراة تشبه تدريب للعبي النادي الاهلي لدرجة استحوازك على كرة القدم في مباراة نصف النهائي كان فريق عريق زي الترجي التونسي تخطط 4 دقايق 23 ثانية 97 نقلة بتعمل 754 تمريرة في المباراة بدقة تمرير 713 بنسبة 95% لأ هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي اللي بعد ما تعرض لكبوة في دور المجموعات يلعب 6 مباراة أمام فريق زي الرجاء كان أقوى فريق في دور المجموعات ما يقدرش يسجل في مرمق أي هدف تلعب 6 مباراة تفوز منهم 5 مباراة وتتعادل مباراة وتتواجد في مباراة النهائي والنهائي التاني على التوالي الرابع في فترة وجيزة النهائي الرابع على التوالي وإن شاء الله نحاء البطولة التالتة في الأربع سنوات عشان الجيل ده بجد يحتاج أن هو على الأقل من الناحية الرقمية يتساوى مع جيل أبناء مستر منو الجوزيه من 2005 ل2008 قولوا بس يا رب وإن شاء الله الحداشر تكون في النادي الاهلي